تخيل انت لابس نظارات والذي حولك يحسبك لابس فقط نظارات وهذه نظارات وسماعات فانت قاعد تسمع مكالماتك وتسمع محتوى صوتي تضع للي تبغى ويستطيع التكلم مع الناس من نظاراتك فنحن نتعرف على نظارات بوز سوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوكم بصل السيف بوز اطلقت شيء اسمه نظارات الفريمز فريمز برواز فعنده منوعين روندو، دائرية، ألتو لشكلها هذه التصميمين هو الجيل الأول من النظارات التي تظهرها بوز اتكلم على طول من التصميم وأقول انه تصميم معتاد مثل تصميم النظارات الشمسية العادي روندو هي التي تأتي دائرية والألتو التي تأتي بعدسات عريضة النظارتين تأتي بمفصرات ذهبية مصنوعة من ستانل ستيل وتقريباً مصنوعة من واد بلاستيكية لكن لا تحسنها رخيصة العصة اليمنى من كل نظارة فيها منطقة للشحن هذه قطعة بلاستيكية ومغنطة وفي الأسفل نلاحظ زر ذهبي وهو المسؤول عن تشغيل النظارة والتحكم فيها وخلال الفيديو سأقول لكم ماذا تتحكم في النظارة وأيضاً جودة الصوت هي تستاهل أم لا؟ العدسات في النظارات تقاوم الكسر والخجش وتقدم حماية ضد الأشياء تحت البنفسجية سواء UVA أو UVB وللتوضيح المعيارين هؤلاء هم مدى ضرر الأشياء البنفسجية في العدسات فمثلاً UVB مدى الضرر فيه سطحي والـ UVA مدى الضرر فيه عميق وتحت البشرة فهي مقاومة لها الاثنين التوصيل سيكون عن طريق دعم البلوتوث 5 وطريقة اقترانها بالجوال بسيطة كل اللي تعمل ضغط زر التشغيل لما يطلع لك صوت أنها جاهزة للاقتران وعلى طول تشبك معك أو تستخدم التطبيق الخاص فيها وتضبط نفس الحركة والتطبيق سيقترن لك في النظارة بشكل سريع النظارة تعطي مدى 9 أمتار من ناحية التوصيل مع الجوال وبعد التجربة كانت تعمل بكفاءة أثناء التنقل بين المكتب والستيديو ولكن من يوم يحدث فيه جدار بينك وبينها تشعر بأن يقطع الصوت قلت لكم عن التطبيق ولكن دعني أفصل به النظارات تقتلن بتطبيق اسمه بوز كينكت وهذا بوز كينكت مسؤول عن كل الأجهزة التي تنتجها بوز وفيها مسألة التوصيل والربط بالجوالات من خلال التطبيق تستطيع تعرف عمر البطارية وإذا هي متصلة ومن التطبيق تستطيع التنقل بالمحتوى الذي تسمعه فلو فاتح محتوى الصوت تستطيع التنقل بين الأغاني أو التراكات التي تضعها واحد أبرز المزايا التي تقدمها نفس البوز مع هذه السماعة هي بوز AR أو بالأصح تقديم الواقع المعزز في الصوت شيء غريب نوعاً ما عموماً هذه الميزة توفر مجموعة تطبيقات تقدم تجربة واضحة بتوزيع ممتاز تشعر نوعاً ما صوتي ثلاثي الأبعاد والذي عملت بوز أنها جمعت باقة من التطبيقات التي ضبطت محاكاة نظاراتها معهم فعندما تدخل على باقة البوز AR ستجدت تطبيقات موجودة في المتجر ولكن جمعوا لك إياها وهم يعرفون أن هذه التطبيقات مع النظارة تعطيك تجربة جميلة فنذهب للتجربة النظارات مريحة في اللبس ووزنها خفيفة تقريباً لبستها لمدة ساعتين وما وجهت مشاكل أيضاً أخذتها معي في السفر وكان أمورها تماماً النظارات تقدم تجربة صوتية مرضية الصوت واضح وعالي ستفقد صوت المضخم أو البيس في المحتوى الصوتي أيضاً من الأشياء التي أحبتها أن أسمع المحتوى الصوتي بدون أن أكون منعزل عن المحيط الذي لدي شيء ممكن أن يكون سلبي وهو تسريب الصوت العالي عندما ترفع الصوت أقصى شيء وهذا الشيء ما سيكون لك عاقد أنت لا تهتم بالخصوصية البطارية ممكن أن تكون معضلة لأنها تستمر ثلاث ساعات ونصف فقط مع محتوى المستمر الذي تسمعه يعني تضع ثلاث ساعات ونصف محتوى مستمر ستجدها هذه حد البطارية أيضاً النظارات تمتلك مايكروفون مدمج عزل الضوضاء وبعد التجربة تقريباً جيد وإدي الغرض يعني تقوم بعمل رسائل واتساب مع واتساب تتكلم عن نظاراتك هي التي تأخذ الميكروفون من نفس حديثك محتويات العلبة ستأخذك حافظة مصنوعة من الجلد وداخليتها من المخمل كيس قماش وداخله كابل الشحن وقوم بعمل فيديو على اي جي تي في عن نفس النظارة هذه والموديلين كلهم السعر أتكلم عن ١٩٩ موجودة هذا السعر الرسمي من نفس الموقع وعلى أمازون سأضع لكم هذا الرابط وأيضاً ستجدها في بعض المتاجر تصل إلى ألف ريال فأنت أرى السعر الأفضل لك عن نفسي واحدة اشتريتها من السوق الحرة بـ ٨٠٠ درهم واحدة اشتريتها من المول في الإمارات بـ ٨٥٠ درهم وأختم النظارة هذه وأقول فكرة ان النظارة تأتي معها سماعات تنقل الصوت من خلال العظم جميلة ولكن هذه لا تنقلها من خلال العظم هذه تنقلها من سبيكرات موجودة على نفس السماعة فهذا شيء إيجابي وتجربة الصوت جداً مرضية وجودة التصنيع مرة ممتازة وبصراحة تمنع عنك حاجز تعرفوا لو انت تضع سماعات نفسك من عزل اللي حوالك في صوتك يرتفع تلقائي هذه ما صارت معي وجربت أكثر من مرة مع أكثر من شخص وجدوا اني قاعد أكلمهم بصوت عالي وما هم حاسين ان انا مشغل محتوى صوتي قاعد أسمعها نذهب للسلبيات تصميمها نوعاً ما عادي ويفتقد للعصرية لا يمتلك زر خفص صوت ورفع صوت كل شيء يجب أن تسوي من الهاتف لا يوجد زر الذهبي اللي موجود في النظارة تسريب الصوت ممكن يحرمك من الخصوصية وعلى فكرة على فكرة تسريب الصوت نعم يحرمك من الخصوصية لكن النظارة فيها حركات رائعة يعني على سبيل المثال لو قلبتها على طول تضع نفسها لسليب وتضع نفسها لنمط اللوم وتوفر البطارية يعني انت تشيل النظارة تضعها مقلوب على الطاولة تصبح هذه النمط فأمورك رائقة أحد السلبيات يمكن أن تكونها النظارة رسمية حق شمس فأنت يريدك تغير العدسات لكي تستفيد منها فتخيل معي لو انت داخل مول وقعدت تمشى في السوق وانت لابسها النظارة شكلك ليس جيد صح؟ أما لو رح تغيرت العدسات فأمورك تمام فالعدسات صارت حتى تستطيع تغيرها رسمياً عن طريق موقع بوز الظاهر تبدأ من 20 دولار يمكنك تغيرها أو حتى يمكنك تشتري النظارة وإذا وجدت واحد من محلات النظارة يضبط لك العدسات كويس الله قويك يا رب فكانت شيء جداً رائق وأتوقعني بأستخدم واحدة منهم منعجبتني أحد التصميمات وهو تصميم المربع أما بنسبة لك أي التصميمات كانت أفضل نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته